تقدم وفد من بيت العائلة بمحافظة الإسماعيلية بتهنئة للأقباط بالكنيسة الإنجلية بمناسبة عيد الميلاد المجيد وشمل الوفد عددا من منصق المؤسسات الوطنية وعمداء كليات ووفدا من وزراء الأوقاف وكان في استقبال الوفد راعي الكنيسة الإنجلية بمحافظة الإسماعيلية أيمن سامي وشهد اللقاء حالة من الود والسعادة بمناسبة عيد الميلاد المجيد فيما تزينت الكنائس خلال استقبال المهنئين بالعيد بنطلب السلام لمصرنا العزيزة بنطلب الأمن والرجاء دايما في رسالة الميلاد في رسالة فرح فالنهاردة بنقول احنا كلنا فرحانين مش مجرد كلمات لكن دواقع احنا بنعيشه مهنئينا مباركين لأخواتنا الأباب في جمهورية مصر العربية بنهنيهم بعدهم وعيدنا احنا كمان لنسبة للعالم كله أن مصر كلها أخوة ومحبة وخير بينها وبين كل الشعوب المقيمة على أرض مصر تنعم بالأمن والخير والسلام والمحبة من هنا من هذه الكريسة باسم بيت العائلة المصرية وجميع من جئت برفقتهم أقدم خالص التهاني والتبركات بعيد الميلاد المجيد